السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبات وطالبات الصف الثاني الاعداد النهاردة ان شاء الله هنحل تست يونت اختبار يونت 10 11 and 12 10 11 12 عند هنا تست يونت 10 الواحدة العشرة بيقول لي سيد is asking a dentist بيسال الدكتور لإسنان about his job بيقول لي when do you first want to be a dentist انت ايمت كنت عايزة بها دكتور أنا اول مرة كنت عايزة بأدينتس 10 years 10 سنوات طبعا هناخد هنا كلمة ago how not have you been working as clinic al four وطالما فيه four يبقى طبعا how long شرحناها عندكم في القناة for about your not do you help your patient نقط بتساعدهم قال له اي نقط زي ميدزن يبقى كيفة how الدكتور بيعمل ايه طبعا للمرضى examen يعني ايه examen قال انا بفحصهم بكشف عليهم وبعد كده بديهم الميدزن اللي هو الدواء my brother had a or an two hours ago in his hospital كان عنده test operation exam report طبعا عملية جراحية a or an helps you to find new medicine بيساعدنا في وجود دواء جديد اللي هو الاركيتكت chemist farmer archaeologist طبعا الكيميست look at the not to know today's date diary calendar tool quiz طبعا مفاكرة اليومية diary السؤال اللي بعده نقط work in an ancient site بيعمل في موقع أسري doctors dekatera archaeologists علماء الأسهار teachers المدرسين architects مهندس المعماري طبعا archaeologists how long the not for the bus for a long time are you waiting have you been waiting do you wait did you wait طبعا الاستفهام فعل مساعد فعل فعل مدارع التام المستمر it not all day tool اليوم so that streets are very wet الشوارع مبللة has been raining rain is raining rains طبعا المدارع التام بيتكون من have وhas زائد been زائد الفربي زائد اي نجي يبقى has been raining when did دكتور جميلة نقط ادكتور طالما في دت يبقى لازم يكون في فعل فين في المصدر become becomes becoming becoming طبعا بيكم سلمة has been studying english five years دي مدة تاخد four or since طبعا مستبع ده واجو مستبع طبعا هتاخد four correct تصحيح الخطأ have you be eating ice cream have وhas زائد been طبعا مش بي زائد الفربي زائد اي نجي here parents has البرنتز جمع طبعا هياخدوا have i am going to tell them the good news انا هقول لهم good news الاخبار الجيدة مش الجود نيو جملة اللي بعدها بيقول لي اترك is افان زاد تيكس بيبلتو هاسبيتل اللي بتاخد الناس للمستشفى طبعا الامبيولانس اللي هي سيارة الاسعاف ندخل على يونت اه الواحدة الحداشر هنا عندي يونت بيقول لي اه من محادسة قصيرة نبيتكلم واحد بيقول له انا خدت جهازة في الرسم قال له حاجة طبعا هيبرك له التانية ممكن يقول له congratulations well done congratulations الف مبروك جملة اللي بعدها هدى بتقول لي لم يا انا تعلمت السباح هلتلاقى سؤال هتلاقى انا اخدت تلات اسابيع يبقى كامل مد كده فعل ايه ماضي هيبقى هنجيب فعل مساعدة اخدت قد ايه هدتلاقى هتلاقى هتلاقى طبعا احسنتي ده يعتبر انجاز في نقط للفيلم في كل مكان طبعا يعني ملصقات او اعلانات لعلى علبة التونة الملصق اللي موجود بتاع الصلاحية لابل انا عندي طرية جديدة تنقط مي انجليش علشان احسن الانجليز امبروف بروف امفنت ماتش ماتش يعني وراه امفنت يعني اخترع بروف يعني يثبت امبروف يعني يحس مي سيستر جوت فو الماركز جابت الدرجة ان هي انزا اجزام شي از رايت رونج اكسلانت باد طبعا شي از اكسلانت هي ممتازة هي نقط ان انيويزي بلايس تو دو بيدر هيو نقط في مكان ده اوضاء علشان يقدي بطريقة جيدة هي لازم يعمل في مكان طبعا يجب الا يعمل عشان ده اوضاء دي حاجة مش كويسة يو نقط تستادي ايرلي ان ده مورننج از يو ار مور رفريش ان ده نقط تذكر بادري بتبقى انت اكسل رفريش شود شود وطبعا يجب ان اللي هي شود ون نقط فور ده اجزامز شود اي رفايز اي شود رفايز اي رفايز طبعا شود اي رفايز يجب ان اراجع هاولونج ديت سليم نقط وفينيس زاريز هنا في ديت ما محتاجين انفينيتيف فعل فين في المونسدر يبقى طبعا تيك وهنا اجيب لي فعل بي اس فربيز اتعيني شود وجيب لي الموضل اللي هو اتوك بليز جيف مي سم ادفايز يديني بعض النصائح طبعا تبقى ادفايز بالسي وات كان اي دو تو اندروديوز ده بيست ريزلت اندروديوز يعني يقدم احنا عايزين كلمة يحقق اعمل احشان افضل النتائج طبعا كلمة يحقق يعني اتشيف يو شود جيتنج اب ايرلي طبعا شود ديو بعدها المصدرة تبقى جد تستيكز مبكرا قبل الامتحانات اه يو طبعا لازم تدين نفسك وقت يعني شود او هف تو او مصد لازم تزاكر كويز وتدين نفسك الوقت اللي انت تزاكر فيه قبل الامتحان وصلنا هنا طبعا للميني تست اون يونت تولف مريم اس اسكنج نادة اعباوت هر حبي بتسانة عن هويتها ما هي هويتك اتلاها اي لايك نوت ستامس وستامبز اللي هي الطوابع طبعا الطوابع لها كلمة في الوحدة اللي هي التجميع اللي هي قيتلاها هاو نقط هاو يو بين كوليكتنج ستامبز بقى لك قدية لها فور لسه يلينها علشان يديني فور او سنس بس العطول بهاو مين معناها كم طول المدة اين تستطيع ان انت نقط الحاجات اللي انت كوليكت يعني وجمع في نقط يحفظ يعني طبعا عندنا في الوحدة في كلمة كيب وممكن سيف بنحفظها فين طبعا في الابوم اللي هو الالبوم رامزي توت مي علمني هاو تو نقط كاربتز كيف نقط السجات انها حرفة يدوية رائعة قد ويف دراي بوت طبعا ويف يعني ينسج ويفر يعني نسج جمع اللي بعدها بيقول لي are stuck on letters بتبقى stuck يعني يلسك ملصقة على الخطابات before sending them قبل بنبعثها labels الملصق الملصق ولا stand بالطابع ولا الالبوم ولا ليف لت المنشور طبعا الstand machines الهالات can make crafts ممكن تخلي كرافتز فاستر أسرع الحرف اليدوية زي النقط هاند أسرع من الصناعة اليدوية electronic hands electrical hands mechanical hands human hands طبعا اللي هي الhuman hands اللي هي الصناعة البشرية صفحة القصادة بيقول لي buy 1400 CE 1400 قبل الميلاد people began to write the note for chess write the note يعني بدأوا يحطوا النقط للعبة تشترانج الالبومز rules photos الكرافتز طبعا الرولز اللي هي القواعد I walked to the club أنا تمشيت للنادي نقط it isn't near from my house أنا تمشيت لحد النادي إنه ليس قريب يبقى على الرغم but but also because so طبعا although it wasn't or it isn't near I took a picture of نقط wonderful animal الحيوان رائع طبعا صفة واسم a wonderful animal and wonderful زي a wonderful animal it was raining heavily كان بتمطر بغزارة نقط I didn't go out ولذلك ما طلعتش so because so but طبعا so I started collecting أنا بدأت أجمع نقط coins when I was about ten years old I started collecting coins طبعا الطوابع جمع مش هتاخد حاجة علشان هو مش معرف الطوابع بعدها ولا وصفها what hobbies do you like making طبعا يمارس doing you don't do a hobby my hobby is playing cheese طبعا الشيز اللي هيجبنا أنا عايزين لعبد الشطرانج اللي هي it was very excited to watch طبعا I am driving a car that I bought yesterday هنا بيعرفها أو بيفصف السيارة اللي هو اشتراها بالأمس وهنا طبعا لما يكون فيه جملة وصفية أو بيوصف هنستخدم مين هنستخدم كلمة ز وبكده سنة تانية نكون في القناة اكتمل حل شرح المنج بالكامل موجود واكتمل حل أول سلاس وحدات والنهارده كملنا التست انتظرونا ان شاء الله في استكمال باقي المنج في كتاب المعاصر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته